قرار صادم من هيئة الاتصالات أثار غضب السوريين وموجة انتقادات وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورغم الانتقادات لم تتراجع الحكومة عنها وأعلنت البدء في تنفيذه مطلع سبتمبر المقبل ما قيمة الأسعار الجديدة؟ أعلنت الهيئة النظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام السوري عن تعديل جديد في أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت بزيادة تتراوح بين الثلاثين والخمسة وثلاثين بالمئة الأسعار شهدت زيادة سابقة خلال العام الجاري دون إعلان رسمي مما زاد العبء على المواطنين وستتعثر الأوضاع الاقتصادية وبعد موجة الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل خرجت الهيئة وقالت أن الزيادة لن تشمل أجور التركيب الابتدائية أو خدمات الاتصالات الخلوية وتبقى تلك الرسوم كما هي دون تعديل ويبدأ تطبيق الأجور الجديدة اعتبارا من الأحد الموافق الأول من سبتمبر للعام الجاري وسيجري نشر التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة عبر الموقع الرسمي للشركة السورية للاتصالات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية الهيئة بررت قرار رفع الأسعار بأنها أجرت دراسة للبيانات المالية للشركة السورية للاتصالات المتضمنة لنفقات الشركة وإرادتها والتي كشفت عن وجود نفقات وأعباء مالية كبيرة تتحملها الشركة السورية للاتصالات لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات الثابتة لمشتركيها بشكل جيد ومقبول على مدار الساعة ومع انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعية عبر مواطنون عن استيائهم من الزيادة المتكررة في الأسعار دون تحسين في الخدمات أو الأجور وانتشرت موجة من التعليقات الساخرة على تصريحات سابقة لمسؤولين بالنظام السوري بقرب حدوث انفراجة وتراجع الأسعار وبدء تعافي الاقتصاد من أزمته الحالية وشهدت الأسعار ارتفاعات سابقة في خدمات الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت المقدمة من الشركة السورية للاتصالات في مناطق سيطرة النظام دون إعلانات رسمية توضح هذه الزيادات وتفاجأ مواطنون عند سداد رسوم الدورة الأولى من العام الجاري بارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالدورة الأخيرة من العام السابق وحسب مصادر مقربة من النظام ارتفعت رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت إلى 1700 ليرة سورية في الدورة الأولى من عام 2024 بينما ارتفعت في الدورة الثانية إلى 2300 ليرة كما زادت أجور تركيب الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت إلى نحو 22500 ليرة لكل منهما كذلك ارتفعت أسعار بقات الإنترنت لتصل إلى 7500 ليرة سورية لأقل سرعة ويضطر المواطن لدفع هذه الأسعار الجديدة عند صدور الفاتورة لتجنب انقطاع الخدمات مما يزيد من معاناته وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وتشهد السلع السورية موجة من الارتفاعات المتتالية منذ بدء المواجهات العسكرية في عام 2011 وتسببت الأحداث في زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكية مما تبعه ارتفاعات مبالغ فيها بأسعار السلع والخدمات دون استثناء وتسعى الحكومة الحالية إلى إعادة الأمور إلى نصابها من خلال قرارات اقتصادية بين الحين والآخر وبذل المحاولات للسيطرة على التضخم